بعد توقعات استمرار المنخفض الجوي وتوقعات دخوله شمال شرق بحر العرب خلال يومين كشفت الأرصاد العمانية عن احتمالية تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة بالحالة الجوية بداية الأسبوع القادم من جهتها أكدت الأرصاد السعودية متابعتها حالة المنخفض الجوي المرصود في بحر العرب مضيفة أن التوقعات تشير إلى عدم تأثر المنخفض أو تأثيره على أجواء السعودية ترجمة نانسي قنقر